قبل أن يبدأ المقطع أحب أقول شكراً لإنفيديا وإنفني آرك لرعايتهم لهذا المقطع أتوقع أغلبكم سمع بالكرت الخرافي جداً جيفورس RTX 4090 هذا الكرت ما شاء الله يقول لك خذني بثوث خذني تصوير خذني أي شيء ما أردك ولا أقول لك لا خصوصاً مع التقنية الجديدة DLSS 3 وهي تقنية تحسن لك جودة اللعب بحيث ترفع لك الفريمات بدون ما تأثر لك على جودة الصورة ومحتاج نتكلم عن تقنية RTX اللي رح تعطيك محاكاة سينمائية للعبة بمعدل فريمات عالي كثير دائماً لما نشوف الكروت هذه نفكر من وين نشتريها وين المكان الموثوق وين المكان اللي أنا أقدر أخذ منها هذه القطع اليوم أنا قاعد أكلمكم عن موقع إنفني آرك هذا الموقع موجود في السعودية وعندهم هذا الكرت متوفر وبرضو عندهم تجميعات متوفرة لهذا الكرت وإنفني آرك موقع معروف بأفضل التجميعات والإكسسوارات والملحقات والقطع الخاصة بالبي سي فأنا رح أعط لكم الروابط في الوصف إذا لك رغبة شيك عليها بإذن لا رح تعجبك واخليكم مع المقطع سلام منطول الغيبات جاب الغنايم يا هلا والله يا شوق مليون صدق شوق مليون 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 ها يا جماعة يقول لكم منطول الغيبات جاب الغنايم أول غنيمة زي ما تشوفهم قدامكم غيرت المكتب ضبطتها أكثر اللهم لك نعم فتقدرون تباركوا في الكومنتات الغنيمة الثانية أبشركم تخرجت الحمد لله خلاص ما في يا جماعة راح أقطع لأنه أنا قاعد أدرس ولا لا لا خلاص 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 جامعة بحة اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد تخرج يا جماعة برضو تقدرون تباركوا في الكومنتات بما أني قاطع مدة طويلة قلت أحسن شيء أني أرجع القناة بأكثر لعبة تحبونها لها هي حياة كعبول وسبحان الله توه أمس أو قبل أمس نزل تحديد جديد لكهف جليدي موجود في الماب ما ديرش أرجع تلكهف هذا خلونا ستكشفه مع بعض ونشوفه سوا حط لك على المقطع عشان ينتشر المقطع والناس تعرف أني يوسف رجع وهيا بنا لننطلق إلى حياة كعبول والله يا أنشوق مليون يو الله والله من زمان من زمان نيو تودو لست أوكي طبعا هذه واحدة من الأشياء الجديدة أضافوها بس كيف أفتح التودو لست شوفوا يا جماعة أول شي راح أسويه أغير لبسي أرجع لنفسي لبس حق زمان هذا ضروري صراحة لنبس زمان كان أحلى مرة من اللبس اللي أنا لابسه الآن أي واحد اللبس متأس يولا 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 بالبس الجميلة ألا والله كيف الحال اللي إلى الآن ما قدر نغير اسمها للأسف كيف الحال شالأقبار العلوب طيبين الله من زمان تاتا والله تلعقيني والله والله لأنه من زمان يعني ضروري ضروري كذا تجي معنا والأمور الطيبة هذه كالعادة سيارة نفاثة أفضل وسيلة تنقل في اللعبة إلى الآن بالنسبة لي طب خلو نفتح الماب نأخذ نظرة سريعة طبعا الماب صار كله جليد لأنه الحين خلاص يعني موسم الشيطة تعرفون فاللعبة هذا أحلى شي فيها أنها حسسك بالأجواء أنه كذا في الواقع جليد خلاص يقلبون حتى هم جليد بس جزيرة الذباب سبحان الله برا الموضوع هي ما لا علاقة ما يجي فيها سبحان الله جليد تبقى خضرة الصاروخ أتوقع والله وأعلم أنهم لسه يا لسه تشوفون على الدائرة الحمرة هذه فلسه هو تحت يعني لسه ما صبطه لأنا قرأت في التحديثات أنهم أضافوا وظائف جديدة من ضمنها وظيفة الشرطي الأول محقق وبرضو واحدة من الوظائف الجديدة اللي أضافها اللي هي وظيفة تدوير الأشياء وإذن إذا أنا مو غلطان كمان في وظيفة أخيرة اللي هي وظيفة التدمير أو وظيفة الشاحنة أظن أو حاجة زي كذا ما دري ماني يلاقيها بكت صراحة بكل أمان أنا ناوي أسويها في المقطع ذا لكن فجأة نزل تحديد جديد أنه فيه كهف سري جديد أو كهف جليدي بالأصلاح مو سري وقلت يا ولد بملو تحديد جديد قلنا نسوي الكهف هذا مع بعض واحدة من الأشياء الخرافية اللي يضافوها لقائمة الأشياء اللي تلازم تسويها طبعا الحلو في الموضوع أنه شو ما شاء الله ضافوه كل شي عندنا قد سويناه من أول من قوة العرق وتصوير المقاطع والريدي دي خلصنا كل شي نسوي في التوليسك بس اللي بيلعب اللعبة الحين جديد هينبسط لأنه حتكون الأمور عنده أوضح ما يحتكون عشوائية بسم الله وعلى بركة الله أوه أوكي رجعوا هذا عشان الثلج خلنا أوه عشرة من الموسم اللي راح قد كسرت الحين هذا رقم 11 تعالي يا بستي الجميلة خلنا شو بتقدر تطلع الجبل معنا والله ما قد جرب تصدقون والله يلقلتشة والله هذي هكر طبعا يا جماعة الخطة حتكون كالتالي هنروح ناخذ طيارة ونحاول نستكشف وين ممكن يكون الكهف الجليدي هذا لأنه بصراحة ما كان مكتوب في التحديث المكان حقه أو يمكن مكتوب لكن أنا ما انتبهت بنحاول نبحث لو ما لقينا وروح أقرأ التحديث وشوف هو مكانه وين ونستكشفه مع بعض بإذن الله الساعة هذه جديدة صح ما كانت موجودة أول لأنه مغلطان وهذه الطيارة وبسم الله طيب شوفوا أتوقع أنه هذا المكان ما هيكون في شي لأن ما في مكان أصلاً يكون فيه كوف فأتوقع أنها هتكون هنا أو هتكون هنا الكهف أو هيكون هنا لا برضو ما أتوقع وهنا ما أتوقع فراح نبدأ هنا أول ايو صح يا جماعة في نقطة مرة مهمة لأنه أنا قاطع مدة طويلة اليوتيوب ما رح يرسل إشعارات إلا العدد قليل مرة لأنه أنا لقي فترة قاطع الآن بعد ما رجعت يمكن ما يرسل إشعارات مدة طويلة فهيليت كل واحد إذا مو مشترك يشترك أول شي عشان أنه صار 2 مليون الله يزاكم خير الشي الثاني إذا هو مشترك من أول شيل الاشتراك ورجع اشترك بس فعل جرس تنبيهات خلاص عشان تصلك الإشعارات أول بأول ويعتبرك كأنك مشترك جديد وتجيك لشعارات أول بأول على طول كده فريش طازة بإذن الله وبرضو شكراً يعني على الدعم وحب أقول لكم برضو في نقطة مرة مهمة أنه ترى بإذن الله حيكون في كل يومين مقطع جديد خلاص أنا أراجع لكم وقول لكم خلاص متحمس مرة طب إلى الآن أنا ماشي نص الجزيرة ذي ما شفت أي كهف هنا فيبدو والله أعلم أنه هيكون في جزيرة الجليد اللي فوق في كهف هناك لكن هذا أتذكر كان مهمة من المهمات هنا ومستحيل أنه هو طيب نروح ومشي على الجزيرة الثانية أنت تجي مهمة الصاروخ ونروح للقمر كذا أحس أنها أصراحة مهمة الصاروخ وكتب توقعكم في الكومنتات مهمة الصاروخ إذا صارت بعدين هتكون تودينا القمر ولا لا والله أنا أتوقع هذا الشي وأحس أن تكون خرافية مرة اللعبة لها فترة ما جاء تحديث مرة قوي زي تحديث اللي صار حق الفضائيين وتذكرون المعمل كان مرة خرافي ذاك التحديث وأتوقع هيجي تحديث قريب هذا برضو طبعا قد جينا من أول يمجينا هنا أخذنا سفينا ودخلنا وسمينا مهمة فأتوقع أنه التحديث يعني مو القادم ما أدري أي تحديث الله أعلم لكن أحس في تحديث خرافي قوي حييجي وحيكون التحديث القوي هذا في لهو الصاروخ وحيكون مهمة قوية مرة يعني مي سهلة برضو هذا أذكر رحنا الكهف ذا يا لطيف ما فيه هذا المعمل تذكرونه والله كان من أجمل المهمات اللي في اللعبة ممكن على ززيرة الضباب معني ما أتوقع لأنه قالوا ثلج هي ما عليها حتى نقطة الثلج فأسحب عليها أحسن أوكي أتوقع أتوقع لقينا يا جماعة أتوقع لقينا ياب هذا أول مرة أشوفه ما أدري هو هو ولا لا بس أول مرة أشوفه والله العظيم ياب أتوقع أنه مدري صراحة ما عندما فيه ثلج لكن عندي إحساس أنه هو لا ليش أطيح ليش أطيح ما سقعت شي يا أخي أعرام عليك ما أروح فوق يا الله ما كيف أروح فوق الآن لازم يا رب نقدر رأسهم سيارتي هنا لا ما يمدي أستيقية هنا في تريجر هند أوكي أم عليكم ما شهذا هارجة سري سري يا شيخ سري أحد منكم يعرف كيف نقدر نطلع بس فوق هنا يعني كيف نطلع والله أنا أتوقعت صراحة أن الطيارة يعني ما حطيحني في الأرض لكن دقيقة بسم الله نطلع بالسيارة نحا بس نطلع كده ولو حاجة بسيطة أيوا أيوا والله كفو أكفين شوية بس هلأ سحالة في درجة بس كيف الدرج هذا يوا والله شكرا أكسم بالله كفت ووفت السيارة ذي شكرا الله يعطيكم بالعافية طبعا الدرجة اللي بره ده مدليش هرجتها يجب أن تشوفون مدليش فكرتها يعني أتوقع بعدما نخلص نحاول نطلع فوق يمكن من هنا بسم الله والله أنه حق الجليد شوفوا المكان الأزرق أمو عليكم طبعا كالعادة هذا يعطلونا اللي هو النفث آو هذا خروج مو دخول صح الظاهر أنه الدرج هذا عشان أطلع وأدخل الكهف من فوق يقلع أم المشوار وو ومن جدهم دولا يلا نطلع نطلعهم مشكلة يلا بسم الله شوفوا فوق في كوخ يقلع بليس الكوخ مكان يخوف هاي بسمشت غامر يلا بغامرة يلا يا جماعة إيش هذا أوكي ما أوه لو وقفت يطيح يو والله يطيح لا 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 تبتتبه شوفوا المغامرة هذه يا جماعة لا والله بسم الله لا 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 الله الله بدنا سوي لا لا شوي هنا في فراغ سويها أرجع 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 يا سب الله لو طحتي يسف التندم انت كثرة واحد أوكي أنا كيف أطلع فوق هنا مشت الكوخ اللي ما هم قفل السلاك ذي إيش أوه مصعد أثاري فيه مصعد تحت يعني لو أني روح تحت وضغطت المصعد كان طلعني هنا لين فوق على طول يلا عوافع إحنا جينا إنا بغاننا نتريض شوي ونمشي كده يعني ولا كيف يا جماعة إلا يوب يوب شوفوا مصعد قلع أم الذكاء يا يوسف يقطع أم الذكاء عاد لو ما أروح في المصعد يوسف وزنها صح وزنها صح يا يوسف الله عليك طبعا أنا فوق المصعد وفرض أكون جوة توقعني بديني أرجع ودخل مع الفتح ذي ولا بغامر إن شاء الله يمديني يا رب والله إني ما راحة الاحترافية قاطع ولا ماني قاطع لازلت واحترف يا حبيبي بالتحكم شكرا شكرا يعني لا دعي التصفيق الله يزاكم خير يعني شكرا شكرا بسم الله وعلى بركة الله هنا حرفيا من ذات مسكذ يا ابوي ذات عايش ذات وليش ليكون بهمة الكهف إننا ننقذه طيب أوه הקلي شف الصحي قول إنك تجلس طب أنا كيف أجلس يعني أنا لو جيت هنا كده آه اليد اليد أوكي أمسك أوكي أوكي تمسك عشان ما أطير لأنا دخلت مع الكهف عالة طول يسار وأ особенно Methode وشوف يمين اش فيه أوه أوكي مغلق المكان وفي قطعة جمدة أوكي أظن أن إنه هذه الأداة المكسورة المفروض أن نستخدمها يمكن عشان نكسر قطعة الجليد ذي ما أنا عارب صراحة إلى أنا شلهرجة شو مفروض أن يسوي هنا لكن أنا راح أفهم إنه البداية ما من هنا إن شاء الله البداية من هناك يا رب أجيب العيد إن شاء الله ننقذ هذا الشخص هو سعي تغطيف هنا شوف أوه أعطاني لبس شكرا طيب والآدم إذا شذنب يعني مسكين قاعدين إن شاء الله ننقذك بإذن الله ننقذك بلحظة أحضر أين نروح والله بروح مع النص صراحة مع النص أنا بروح مع النص أحسن أحسن مكان هو يلا 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 بسم الله يلا بسم الله وعلى بركة الله الله يستر يا لبي طيب والله كويس إني متمسك واو لو إني ما أنا متمسك كان قد أمفكيت هنا وطعت قاعدت أمشي كعابي الحين إيش لا الله يفتع بليسكو حسبتم فيران مدني ليش على عجاء على باري على طول كذا فيران آه هنا يعني أحفر هنا في حفر لا تقول لي مفروض أني أشترت أداة حفر من برا يا الله يا أخي لا تسوون فيني كذا يا أخي إش دراني أنا مفروض أن أشتري أداة طب خلنا نستكشف المكان أول شي هنا إيش بطريق وعلامة يعني أحط بطريق هنا بس مش كأن بطريق ما قدر أمسكه أصلا ماذا قلستم في علامة البطريق ذي أوه أوكي الله يستر شكلها متاهة صدقون واو يا المشوار لما أمشي كعابي مفروض في شي زحلق عليها أخذته معايا صدقون ودي أني قدت هذيك حقة البط اللي على شكل البط والله أنا واو يا المشوار يا الله طيب دقيقة شفيه هنا وقته آه خطر واو طحت والله أنا أظرت بس شمية كليا فجأة طحت لا ما بدأني أشوف أوكي الله يسر لا يكون ننحب لا لا ما تسوون فيني كذا يعني لو أغلط غلطة واحدة خلاص تجي أنا غلطي صراحة أنه على طول روحت هناك أساسا يعني في الفتحات حقة البطريق ومفروض أني جلست شوية تأكدت يعني شل مكان استكشفه شكلي بأخذ معايا شكلي بأخذ معايا هذا مرة وحدة بما أني طلعت سلام عليكم يا حبيب يعطيني هذا والله غش كل مهم ما أسوي فيها هذا أشتريه بخمسة دولار طيب يا أخي من أول يا أخي هذه المرة راح أروح مع الكهف اللي على يسار هذا ما أدري بصراحة إذا يفرق ولا لا لكن شوف نجرب يفرق ويكون وصح ما أدري بصراحة أهم شيء لا يضيع القطع لمع ذي لا تضيع الله يوفك يا حبيب يا اسمع الصوت اسمعوا يب حركة ذكية يسفصى عليك أيو اسم الله أيو غير شوفي شوفي ألا والله آه كنز شو إيش ذا لا يكون ذا الحين أودي عند ذولاك يعني يشترونا مني طيب ما عيفيدني ذا في المهمة طيب نخليه هنا الآن نخليه هنا ونخلي الجهاز هذا ما أتوقع ما في مكان ثاني هنا ما راح أطيح أبدا أحس أن هذه كلها أفخاخ راح تطيحني في المكان اللي طلعني برا الكهف من تحت أنا أكمل استكشاف عندنا آه هنا يش هوكي صح يا خي صد بطريقة راح عك يا أخي أوه أوكي وراء هنا في آه أوكي هنا يا الله هذا يبيع سكريم أوكي عشان برا وهذا يبيع عصاية هوكي أوكي آه يوى الحين نتكلم هذه كأنها لفس الأداة اللي شفناها فوق اللي كانت مكسورة صح ولا لا مدري صراحة الأدوات الثانية هذي تفيدني في شيء ولا لا لكن إحنا الآن في ثلج فأحس أنه آيس بيك هذا ثلج ينفعنا وهذه أحس أنها هتنفعنا برضو مدري هذول الثنين بس مستحيل أن أشيلهم الثنين مع بعض لو بأخذ شيء بأخذ هذا في البداية هنكمل شبش فيه هذا ما يبيع أوكي سكيتس هذا ما يبيع شيء كلهم ذول مقفلين جازة أوكي يعني حرفيا هنا هذول حاطين للقطعة ذي عشان أشتريها من هنا بكل بساطة ونأخذها وراح أخذ هذه برضو مرة واحدة بما أني هنا وراح أشيلك واحدة بيد يالله بسم الله وعلى بركة الله يا رب يا رب تحرياتي ما تكون الخطأ أوكي مكانهم بصراحة يعني ما يعني ما ننكر فخم صلا فخم مرة طيب في مصيبة الآن أنا ما سك قطعتين وعندي هذا كمان أنا ما بغيضي عالية بصراحة أحس أني راح أدف شوف من وين يطيح طاح من هنا خلاص يلا إحنا وراه بسم الله بالله على بركة الله سبقني يا رجلي لا تختفي يا هذا إيش قرن ولا إيش بالمناسبة يعني فعلا هو قرن ولا إش هو شوفوا هذا المكتوب دانجر معقولة أنه نقدر نكسره بالآيس بيك هذا اللي معايد يقشوا لا أتوقع فيه أداة ثانية صدقون نرجع لبعدين نشوف أتوقع عني الطريق كله تودي نفس المكان عشان كذا روحت مع اليمين واتفرق ياب هذه القطعة معنا وصلت هنا قبلنا كويس طيب رح أخلي الغض هنا نشوف نبيعها يارب تجيبينينا فلوس توقعنا ميم المهمة توقعنا حاجة إضافية هي الله سلام علي عشرين عشرين كل هذا المشوار عشرين هذا اللي أنا أحتاج زي هذا اللي أنا أحتاج مثله عشان أكسر ذال اللي مكتوب عليها هناك خطر دقيقة نجيبها هذير ما هنا خلاص الأدوات كلها جوة الآن آه قفت على نفسي لا 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 أشوال الحمد لله مفك القليش صراحة ما أدري هل في طريقة أقدر أني أطلع الشاحنة ذي فوق لين عند بوابة الكهف والله ما أتوقع بصراحة هنا مستحيل تطلع الشاحنة لكن في طريقة أذكى أني أنا أخذ القطعة كلها وحطها في المصعد هذه أفضل طريقة خلالوا مشان نحط نجيب المصعد أوكي أنا دخلت الأغراض كلها هنا لحظة الحقيقة الآن يا جماعة الله يستوى إن شاء الله تنفع على الأشياء اللي سويتها خلنا نزل المصعد تحت عشان شوفوا لشبهها نفسها هي نفسها أصلا أوكي حلو أوه أوكي لا تقول لي كل المهمة ذي عشان أحقين الكنز تقي شوف هذا أوكي بس كذا يا ولد معقولة كل المشوار ذا بس عشان أطلع هذه طب هذا يمكننا نكسر طب هذا كيف ننقذها آه يا بخنا نجرب الحين نمشي معقولة هذه المهمة بس لا كل الكهف الجليدي والمشوار الطويل ذا عشان بس أطلع التحفة الفنية هذه وكشوفو هي تحفة خرافية وطريق له أجنحة لكن على حجم الكهف وكذا والله توقعت أنه حيكون واو يعني في شي كذا أكثر خرافي الصراحة إلى الآن مغبون على الرجال اللي فوق ليكم ما نقدر ننقذها بس شكل ياريت تكتبولي في الكومنتات هل نقدر ننقذها ولا لا كيف الطريقة ولو في مهمات جديدة كمان ما قد سويتها أنا أكتبولي في الكومنتات لشنسوي المقاطع الجاية إن شاء الله يالله بسم الله خلنا نروح عندها دول نشوف يارب يارب على قل الشي يسوى لأنه أنا اشتريت خمسة دولار حق الكنز واشتريت مطرقة أول هي حقة الآيس بيك آيس بيكاكس واشتريت القطع اللي قمشيه سوناها عشان نكسر هذا البلوك الجليدي بعشرة وهذه العشرة خمسة وعشرين دولار خسرت أنا شوك ما يعطي هنا عشرين؟ كل هذا المشوار وكهف الجليد وما أدري إيش بالخير عشرين دولار بس هذا انتأكد الكهف استحيله جمع عش هذا طيب أنا ما راح أستسلم أنا ما أتوقع صراحة أنه الكهف كامل بس عشان أشري قطعة وأكسر هذا ونعطي التحفة الفنية فالآن أنا آه؟ وين القطع حقتي؟ ثمني بعت هنا تحفة فنية يا حبيبي ورجعت ما رحت مكأن ولا طفت اللعبة ولا شي قطعي وين راحت؟ شاريها بعشرة دولار ورجع هذه كذا آه بس آه يا كعبول خلونا نشوف أنا كنت صراحة ناوي أخذ القطعة راح أخذ المطرقة اللي كانت معايا بس إنه مشالوها مني عشان أكسر الجدار اللي مكتوب عليه الدانجر خطر وات حتى هذي رجعوها ليه؟ شفي كذا ترست الكهف؟ أوكي هذا الشيء أول مرة أشوفه هل معقول أن الجدار ذا ينكسر؟ ما دي خلنا شوف طيب آه شفوا هذا كنت بأخذ البلاش من فوق مسركته لكن شالوه مني هذا راح نحتاجه عشان الجدار اللي مكتوب عليه الدانجر وهذا حنحتاجه عشان المربع اللي فوق وهذا ما دي حنحتاجه ولا لا بس إيش كيف نكسر لهذا؟ هذا يتكسر؟ بقع أن يتكسر لنشوفه من هنا كذا كأن تحسون في فتحة صح؟ دقيقة شنا أخذ أداة كسر هذا خلنا نجرب اللي أنا أورادي قد أشتريتها الله المستعان لكنهم قرروا كذا يشيلونا الحمد لله أني ما استسلمت وفقدت الأمل في الكهف طلع فيه فعلا الله يستخن شواني نقرأ الطبول واو يا الضربة شما أقواها يتوقع أنه خلاص طيب إيش صار؟ ولا شيء يمكنك صار شيء في المدخل صح؟ خلنا نأخذ معنا هذا وحنأخذ هذا بسم الله وعلى بركة الله نقفز هذا أول مرة نقست من هناك هذيك الجاتين خلنا نجرب من هنا يفرق صراحة أني ما أدري يفرق ولا لا بس توقع كل الطرق تؤدي إلى المخرج حلوين حلوين وصلنا عند الجدار اللي مكتوب عليه الدانجر صح؟ هذا هو صح ولا؟ شدار ثاني ذا؟ ولا هو نفسه؟ والله ما أدري نكمل معقولة الطريقة اللي في النص يختلف وين إيش دار اللي مكتوب عليه خطر؟ أوكي مكان جديد يقلع عم الصدفة وفي تحفة أثرية أوكي وعندنا هذول العائلة المسكينة مخلوقات جديدة معقولة حتضاف ولا يش ما أدري عندهم تلفزيون ولا يعني في له نار ما في شيء يمكننا نتفاعل معه أبدا طيب خلنا ندف هذا معنا تعالي 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 يهو ما رجعوه يا أخي ليه ما رسبن الكهف كامل رسبن وأنتو ما رسبنتوا هذا الشيء الحين صراحة جالي تفكير يا جماعة بعد ما أكسر هذه القطعة ما راح أطلع من الكهف لين أخلص يعني أنحين راح أكسرها حلو ولا محلو ما راح أسوي الآن راح أخذ القطعة هذه وراح أخليها هنا أجمع الأغراف هنا بعدين أخرج مرة واحدة أفضل لأنا ما أدري صراحة هل هو قليتش ولا خلل لأن الكهف صار له ريسيت ما أدري ليه أووو يا جماعة يقلعهم من الغبال الحين وأنا قاعد أتكلم وأنا رايحة الحين للكهف قصدي عشان أكسر البوابة حق الدانجر اللي هو الخطر بوابة اللي كان مكتوب عليها خطر ذكرت إن إحنا ضربنا الطبلة هذيك وكأنه الأرض اهتزت بعدين لما جيت أبغى أخرج لقيت فيه مكان أردي قدو مفتوح صح الظاهر المكان اللي مفتوح وكان عنده شاشة النار هذيك الظاهر هذاك هو المكان اللي وراه الجدار اللي أكتب عليه خطر بس أنكسر يوم ضغطت الطبلة هنا وأنا جاي الحين أبغى عيد الموضوع واردي خلاص معت فيه شي أصلا ياب يا أخوان لا والله مو ياب يا أخوان لحظة لحظة لا والله باقي شوف هذا هو هلو وهين القطعة أوكي لا ما يمديني بس ظاهر أنه هي نفس المدخل صح أنا لما دخلتها من هذيك الفتحة اللي في النص ودتين هنا والله أعلم ياب الهدية من هنا من النص لاتس جو طلعنا إحنا ثلاثة أشياء أثرية من هذا الكهف طلعنا القطعة اللي كانت جوت مكعب الزجاء الثلج طلعنا القطعة اللي كانت مدفونة تحت الثلج وطلعنا القطعة اللي كانت موجودة في الغرفة حق هذه العائلة المفقودة اللي ما أدري فينها فتوقع أنه هذا كهف الجليد فكرته أنك تطلع الثلاث قطعة هذه وتبيعها يمكن لكن لكن أنا بحكم خبرتي البسيطة في كعبول يا جماعة أنك لو رجعت الكهف ولقيت الأشياء ترستت يعني رجعت كلها كأنك ما دخلت الكهف معنات أنه في شي خطأ نسويته قلنا نشوف الحين يا رب أنه ما في شي خطأ إن شاء الله ما ترست شي ترستت رجعت معنات أنه في خطأ لكن دامه ترست خلاص البلوك هذا رجع من جديد معنات أنه في خطأنا قاعدة سوية ما أدري إشي هو فهينا راح أستحب مساعدتكم لكن الحل أنه استكشفنا في كهف الجليد كامل فيه له ثلاث قطعة أثرية خرافية ما دي صراحة ليش ترست كل ما أطلع بصراحة أنه شي يغفن لكن أنا ما أتظركوا في الكومنتات حاجتين أبغاها منكم تعلموني ليش ترست إذا حد يعرف وتعلموني الرجال المحبوس هذا هل نقدر ننقذ أصلا ولا لا هو كده حاطنينه شكل هذي أحن بيها يلا على قد نعوض الخسارة اللي خسرناها برضو عشرين دولار يا إلهي يا أخي ارفعوا الأسعار شوية خلونا نتحمس يا أخي نبيع الأشياء حرامة لكم